بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين يقول الله تعالى ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود قوم عاد هم أول حضارة حقيقية ظهرت بعد قوم نوح عليه السلام وهدول الناس ربنا فتح عليهم أبواب كل شيء يعني من الناحية الاقتصادية كان وضعهم أكثر من ممتاز ربنا أكرمهم بالكثير من الأنعام والكثير من الولدان وأعطاهم جنات وأعطاهم عيون فالناحية الاقتصادية كانت عندهم ممتازة الناحية الثانية اللي هي برضو تعتبر أحد ركائز المجتمع هي نقطة الأمان موضوع الأمان في الأمان ربنا أعطاهم قوة بتميزهم عن باقي البشر في نفس الزمان ومش بس القوة أعطاهم كمان حجم أجسام هائل يعني زادهم في الخلق بسطة كان معدل طول الواحد فيهم من قوم عاد 15 متر وال15 متر مش إلال مرتين القرآن شبههم بالنخل كأنهم عجازوا نخلين خاوية وكأنهم عجازوا نخلين من قائر يعني أنت لما اليوم بتشبه إفلان أو بتضرب مثل مجازيا بتقول إفلان طول النخلة هم كانوا حرفيا طول النخلة طبعا قوتهم هذه سببت لهم الغرور وفعلا اغتروا فيها وقالوا بالنص الصريح من أشد مننا قوة طبعا الربنا برد عليهم أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فهذا أكبر فخ وقعوا في قوم عاد طبعا انحرفوا عن الدين الصحيح وصاروا يعبدوا آلهة متعددة ومن ضمن هاي الآلهة المتعددة كان نجم الشعرة طبعا سنة الله في عبيده إنه يبعث لهم رسول عشان يرجعهم إلى طريق الهداية فربنا اختار هود عليه السلام عشان يحمل هاي الرسالة إلى قومه اللي هم قوم عاد لما بدأ هود برسالته بدأ بنفس الجملة اللي بدأ فيها نوح عليه السلام الجملة اللي بتلخص معنا العقيدة الجملة اللي بتلخص معنا رسالة كلها قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره طبعا مباشرة قال وراها لا أسألكم عليه من أجر كلمة لا أسألكم عليه من أجر بتفيدنا ابن قطين النقطة الأولى إنه الناس المساكين أو الناس الفقراء اللي ما معهم يدفعوا للمعابد اللي أصلا كانت المعابد دائما بتحاول تبتزي الناس وتسلبهم أموالهم موضوع أنه الدين يكون مجاني وأنه فيش إشي أنا أدفعه مقابل هذا الدين هذه نقطة كويسة ممكن أنها تشذب الفقراء والنقطة الثانية المهمة إنه إذا الملأ حاول إنه يغري هود بأي مكسب دنيوي عشان يترك رسالته مش راح يقدره وأصلا موضوع الإغراء هذا دارج وحاولت فيه كتير أقوام مع أنبياءها وخير مثال على ذلك قو قريش لما حاولوا مع سيدنا محمد رئيسة السلام إنهم يغروا بالمال أو يغروا بأي منصب سياسي طبعا بلش هو يذكرهم بألاء الله يعني بلش يعطيهم شغلات يلمس فيها الروح فيهم يعني ألهم أذكروا أن الله هو اللي جعلكم خلفاء من بعض قوم نوح وأذكروا أن الله هو اللي زادكم في الخلق بسطة وأتقوا الله اللي أمدكم بالأنعام وأمدكم بالبنين وأمدكم بالجنات وأمدكم بالعيون طبعا بلش الرد من قوم عاد قالوا له إنا لنراك في سفاها وإنا لنظنك من الكاتبين طبعا مباشرة الرد عليهم أنه ما في سفاها وأنه رسول من رب العالمين هو فيه له مهماتين تين المهمة الأولى هي المهمة الربانية أنه يبلغ رسالة ربه والمهمة الثانية هي مهمته الاجتماعية أنه يكون لقومه ناصح وأمين يعني أنا كرسول واجب علي أوصل رسالتي وأنا كابنكو كابن عاد واجب علي أني أنصحكو وأدلكو على الطريق الصحيح طبعا ما يردوا عليه واستنوا عليه فترة أنه هو يعني ييأس أو يترك دعوته طبعا ما تركها بعد فترة لما حاول أنهم يتهموا بالجنون قالوا إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء هلأ هون إحنا بدنا نركز على موضوع معجزة هود شو معجزة هود؟ هلأ عشان إحنا نوصل لمعجزة هود ونفهمها الفهم الحقيقي خلينا نقارن قصة قوم عاد في القرآن مع باقي قصص الأنبياء أو الأقوام مع أنبياءهم في القرآن الكريم بلاحظ أنه فيه ثلاث فروقات ما بين قصة هود مع قومه وقصص الأنبياء الأخرى الفرق الأول أنه عادة النبي أو الرسول لما يحكي لقومه كلمة قومه يرده عليه عشرة يعني معظم الحوار بكون حوار الملأ وحوار القوم مش حوار النبي نفسه ولكن في قصة هود بتلاحظ أنه معظم الكلام كان كلام هود نفسه وكانوا قومه يردوا عليه بكلمات قليلة أو ما يردوش بتاتا هذا الفرق الأول الفرق الثاني أنه الأقوام مشهورين بإيذاء أنبياءهم نعرف أنه فيه كثير أقوام قتلت أنبياءها والأقوام اللي ما قتلت أنبياءها على الأقل هددتهم يعني مثلا نوح عليه السلام هددوا بالرجم يوسف عليه السلام سجن إبراهيم عليه السلام حاولوا يحرقوه موسى عليه السلام هدد بالسجن وهدد بالرجم شعيب عليه السلام هدد بالرجم وهدد بالطرد عيسى عليه السلام حاولوا أنهم يصلبوه ولكن فيش في القرآن الكريم ولا أي كلمة تهديد من قوم عاد إلى هود مع أنه المنطق شو بيقول المنطق بما أنه هدول الناس أصلا تميزوا بالقوة وتميزوا بالجبروت وإذا بطشتم بطشتم جبارين يعني إذا الأقوام العادية بدأت تهدد بها بكلمة لازم هم يهددون بها بعشرة ولكن فيش ولا كلمة تهديد والاختلاف الثالث في قصة هود عن باقي القصص في ذم الأقوام إلى أنبياءهم يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عنه شاعر وقالوا عنه مجنون تمود قالت عن صالح عليه السلام كذاب أشر كل وقاحة كذاب أشر ولكن عاد لما حكت مع هود قالوا إنا لنظنك من الكاذبين في فرق كبير بين لنظنك من الكاذبين وبين كذاب أشر إنا لنراك في سفاهة يعني بتحس أنهم بيحكموا ابنوع من الحذر أو ابنوع من الخوف وآخر إشي قالوا إنا قولوا إلا اعتراك بعض أليها تنابسوا هلأ هون شوف الرد القوي اللي رد في هود عليهم قال يا قوم قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني هو اللي تحدى قومه كاملين تحداهم مع آلهتهم لما قال من دونه يعني من دون الله أما أنتوا كلكوا يا قومي زائد الآلهة كلها اللي أنتوا بيحكوا عنها حاولوا أنكوا تئذوني بأي طريقة أنتوا بتشوفها مناسبة فهذه هي معجزة هود عليه السلام هي قوته بما أن القوم تميزوا بالقوة فكانت معجزة هود قوته اللي تفوق فيها على كل قومه هلأ هون هود عليه السلام ما وقعه بنفس الفخ اللي وقعه في قومه إن قوم عاد قالوا من أشد منا قوة ربنا قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة لما سيدنا هود ذكر قوته قال من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قال بعديها مباشرة إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دبة إلا هو أخذ بطناصيتها إن ربي على صراطه مستقيم يعني هون نسب قوته أصلا إلى التوكل على الله يعني قوته ما غرته بنفسه زي ما باقي القوم غرتهم قوتهم طبعا لما استخدم معهم هذا الأسلوب حاولوا أنهم يقطعوا عليه الطريق برضو بطريقة جبانة قالوا له سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين يعني سواء أنت ظلت تحكي وتنصحنا أو سكت إحنا مش راح نترك آلهتنا عن قولك وهذا خلق الأولين وما نحن لبو معذبين خلاص هذا اللي كاننا إنه إحنا مش راح نتعذب وهذا إحنا تعودنا عليه من أبائنا أنت مش راح تقدر تغيره بالحكي اللي أنت بتحكي طبعا لما استمر بدعوته وصلوا مرحلة إنه إنك تكتثبت لنا إنك نبي فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين يعني هون تحدثوا125 مش أنت تخوفنا أو خايف علينا من العذاب جيب العذاب عشان تثبت لنا إنك نبي فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين فرض عليهم وقالهم انتظروا اني معكم من المنتظرين بعد ما حكا لهم هذه الكلمة بلشت الحياة كلها تختلف جناتهم دبلت عيونهم جفت السماء بطلت تمطر عليهم بداتا فلما عدت فترا للزمن اختلفت الحياة كتير عليهم راحوا لاجأوا لهود قالوا له شو اللي بصير شو قاعد بصير في الدنيا كيف احنا ممكن نرجع الخير علينا فهوني أعطوهم الفرصة الأخيرة وقالهم آمنوا بالله وتوبوا واذا بتآمنوا بالله بالتوبوا يرسل السماء عليكم مدرارة ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني راح ترجع عليكم السماء زي أول وبزيادة وأصلا قوتكم اللي انتم فخورين فيها طول عمركم راح ربنا يزيد قوة فوق قوتكم والسبيل الوحيد هو الإيمان والتوبة إلى الله وقبل ما يردوا وقبل ما يطلعوا قالهم لا تتولوا مجرمين لا تتولوا مجرمين يعني هو يخايف عليهم قالهم إذا انتم أصريتوا على الكفر راح تكونوا مجرمين ومجرمين بحق مين بحق أنفسكم وبرضه استخدم معاهم آخر رمق من الإقناع فهمهم أن ربنا مش بحاجتهم فهمهم أن ربنا الغني هم الفقراء وقال لهم أنتم بسهولة بسهولة تامة ربنا بيقضي عليكم بجيب قوم تانين وانتم لا تضروا لها شيئا يعني أنتم يا القوم أي بني آدم حتى اليوم وفي كل زمان ومكان الإنسان ما بيقدر يضر أو يفيد الله ربنا هو اللي بيفيد وربنا هو اللي بضر طبعا ما أمنوا وطلعوا وهذه آخر آخر حوار صار بين هود وقومه طبعا بعد أيام قليلة شافوا أنه الغيم جاي عليهم مستقبل أو ديتهم قالوا هذا عارض منطرنا هلأ كلمة عارض منطرنا كان أنت ممكن تحسها أنها كلمة عادية ولكن هذه الكلمة لحالها أنت بتقدر تكتب عنها روايات ليش؟ أول إشي أو البعد الأول لهذه الكلمة أنه هاي الخير رجع إحنا كنا في قحط وجدب وهي الخير ممكن يرجع لنا هذا المعنى البسيط ولكن المعنى الحقيقي هو شعورهم بالفخر شعورهم بالنصر لأنه هذا الغيم معناه أنه أصلا هود انهزم بما أنه هود بقول أنه الطريق الوحيد للمطر أنه أنتوا تآمنوا بالله وتتوبوا إله هاي إحنا لا تبنا ولا آمننا وهي الغيم إجا فإحنا هيقد بنكون انتصرنا على هود وهيقد راح نسكته وأثبتنا أنه إحنا على حقه وآلهتنا هي الحقيقية وهذه رسالة ربانية أنه كيف في الإنسان ممكن يكون عدو نفسه لدرجة أنه يفرح ويستبشر بالعذاب اللي جايه لما قالوا أنه هذا عارض منطرنا ربنا قال بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذابا أليم إجا الغيم وصرفوا إيهم وبلش الهوى يشتد وطبعا الهوى الريح الصرصر يعني هواء بارد هلأ بما أنه كان الهوى بارد وكان شديد استبشروا بزيادة يعني شدة الهوى بتدل أنه الملخفض اللي جايه كبير يعني راح يجع علينا خير كتير راح تكون فيه أمطار كتير يمحمل في هذا الغيوم استمر عليهم الهوى بلش يشتد شوية شوية واستمر ثبع ليالي وثمانة أيام طبعا برضو هول يا رسالة تانية ربنا بيقدر يسخط القوم بثانية يعني قوم ثمود بالصيحة الصيحة قديش بتها تاخد انتهوا هدول اتعذبوا سبع ليالي وثمانة أيام أسبوع كامل وهم تحت العذاب والعذاب شو هو بما أنه انتو تميزتوا بالقوة عذاكو كان الهوى الهوى قضى على أشد ناس على كوكب الأرض وطبعا بيضل عندهم الأمل أنه هاي الهوى اشتد ممكن بعد شوية أنها تمطر ممكن أن الهوى يخف وصار الهوى يطيرهم يعني زي زي وراء الشجر بعد السبع ليالي وثمانة أيام فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فهل ترى لهم من باقية انتهوا كأعجازوا نخلا خاوية ربنا قضى عليهم بالهوى بما أنهم هم غرتهم قوتهم ربنا بعث لهم شيء بسيط أحد جنوده اللي هو الهوى وقضى عليهم وطبعا سيدنا هود نجا هو واللي آمنوا معه بدون ما يطلعوا من من عند القوم يعني يقال أنه هو أصلاً ظل في منزله والهوى لم يتعرض إلى منزله بتاتا وهذولا الناس انسخطوا وانتهوا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعياد قوم هود